يعملين ايه؟ هنعمل بقى النهاردة طريقة حلوة جدا لتسوية الفراخ في الفرن اه دي طريقة انا شفتها في قناة تركية وعجبتني جدا وقلت لازم اجربها معيك وطبعا انا عملت على القناة هنا وصفات كتيرة جدا للفراخ بجد وصفات الفراخ كتيرة بس الطريقة دي يعني فعلا مميزة اوي وعجبتني شايفين الفرخة طالعة متحمرة ومستوية ولحمها طريق اوي وشايفين من كتر ما هي مستوية شايفين عظم الدبوس بيطلع بمنتعل سهولة يلا بقى نشوف سوينا الفرخة دي ازاي وعملنا ايه؟ هجيب فرخة كده بعد ما نظفتها وفتحتها بفتحها كده بالسكيمة من الصدر والورك بحيس التدبيلة تدخل جواها وكمان تستوي وحاولي تعملي كده في اي طريقة فراخمة شوية في الفرن هعمل لها بقى تدبيلة حلوة مع لقتين كده زيت زتون وشوية لمون وخل ومستردة وهنا عندي بشر برتقان معلقة انا كنت مجففة معكو قبل كده وهنا بقى معي فلفل وبهرات وملح وببركة وكمان زعتر كل بقى التوب اللي انت بتحبيها تبلي بيها الفراغ بتاعتك بشر البرتقان بجده هيدي الفرخة ريحة حلوة جدا انا بعمله طبعا البرتقان موجود دلوقتي بس تعمله في بعض التدبيلات وكمان في الكيكات وكده بينفع جدا هنا بقى بعد ما خلاص تبلت الفرخة هتبها بقى في التدبيلة شوية على قد ما اقدر وهنا بقى هقطع خضار هقطع شريح تخينة بطاطس وفلفل وبصل وتماطم وزي ما انت حابة الخضار اللي انت حابةه قطعيه اجيب بقى الخضار وحطه كده في حلة الحلة دي كلها استهلس حتى ايديها والغطى بتاعها وحطيت فوق الخضار للفرخة بتاعتي وقطعت عليها كده قطعة من الزبدة زي ما انتوا شايفين وهنا جبت كده معلقتين من الدقيق وهقلبهم كده لحد ما يعملوا لي عجينة كده تقيلة بحيث ان انا احط الغطى وهقفل حوالين الغطى بتاع الحلة بحيث ان انا اكتم البخار اللي هيطلع من الحلة فالفرخة تستوي ويبقى البخار يعني مقفول عليها فيخليها بجد تستوي بطريقة جميلة قوي وتطلع طعمها حلو وما تاخدش وقت كمان بجد جربوا الطريقة دي وفي حلل كمان بيبقى فيه خرم في النص كده لو عندك الحلة كده اقفل الخرم برضه بنفس العجين وطبعا دي هقدر ادخلها الفرن كلها لان ايديها وكلها استهلس لو الحلة بتاعتك المقابض ما ينفعش تدخل ممكن تحطيها على عين البتوجاز على نور هادية هسيب الفرخة بقى تستوي تقريبا هتاخد ساعة ونص وهينا بقى بعد ما استويت هشيل بقى الجبس اللي احنا عملناه ده بجد ما هفتح الحلة بجده هيطلع علي ريحة فراخ فضيعة طبعا كتمت البخار عليها تخلي ريحتها حلوة قوي ومستوية وجميلة هقلبها بقى افصانية دلوقتي وطبعا هي استوت وحلوة قوي بس والشاعة مش متحمر فهدهنها كده بسلسة وهحطها تحت الشواية كده دقيقة وهتطلع بقى بالشكل اللي انتم شوفتوه بجد طريقة حلوة ومميزة وبكده بقى خلصت الحلقة بتاعتي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ما تنسوش الشير والاشتراك معكم